استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايدان الهيان وزير الخارجية مع ليلارس لوكاراسموسون وزير خارجية مملكة الدنمارك واجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة كما بحث الجانبان التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة ومحطه وتداعياته الأمنية والإنسانية وتطرق سمو خلال اللقاء إلى أهمية حشد الجهود الأقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يتيح المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية الكافية للمدنيين وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايدان الهيان أن الأولوية المطلقة هي حماية أرواح كافة المدنيين وتأمين الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق على نحو عاجل وآمن ومكثف بما يسهم في التخفيف من معانته كما جدد السمو التأكيد على ضرورة إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة وتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار ترجمة نانسي قنقر